أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء التزام مملكة البحرين بهدفها المعلن للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 وتنفيذ الأهداف المرحلية لتحقيقه والمتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء في أعمال افتتاح الدورة الثالثة عشر للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة والذي يُعقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وأشار سعادة الوزير في كلمته إلى حرص المملكة على تكثيف ومضاعفة جهودها في هذا الإطار وضمن مسيرتها التنموية الشاملة ورؤيتها الاقتصادية عشرين ثلاثين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلق بالطاقة المستدامة مؤكدا أن تعزيز العلاقات الدولية وإنشاء الشراكات الهامة مع القطاع الخاص على النطاق الوطني والإقليمي هي من أهم سمات الاستراتيجيات التي تركز عليها وزارة شؤون الكهرباء والماء بمملكة البحرين لقد حققت مملكة البحرين إنجازات كبيرة نحو الهدف الوطني لإعادة استخدام الطاقة الاحفورية ومن المهم معرفة أنه في عام 2021 بدأت حكومة البحرين بإطلاق خطة لإنعاش الوضع الاقتصادي في ظل تداعيات جائحة كورونا حيث تأثر عدد محدود من القطاعات ترجمة نانسي قنقر